موسيقى النشرة المغاربية أهلا بكم بداية أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون في كلمة لدى افتتاح الملتقى الدولي حول دورها المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات تلها نيابة عنه المستشار بالرئاسة الجزائرية المكلف بشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام بحضوري الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أكد أن الجزائر ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحصين مناخ الأعمال وسيدرس المشاركون في هذا اللقاء الدولي الذي تحتضنه الجزائر على مدى يومين جملة من المحاور على غرار الاستثمار والطاقة والمنافسة وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار أدانت الخارجية والجزائرية بشدة المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مخيم جينين بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء وسلسلة الاعتداءات المتكررة والشنيعة بحق شعب الفلسطينية وألفت الوزارة إلى أن هذا التصعيد العنيف من قبل الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل يؤكد ضرورة مواصلة الجهود بشكل عاجل لإعادة توحيد الصف الفلسطيني بشكل فعال وتعزيز الصمود لضمان الحماية للشعب الفلسطيني وتكريس حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تتوصل اليوم الجمعة أشغال المؤتمر السابع عشر لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى اللجان وجرى في جلسات مغلقة لاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة لشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والاجتماع التاسع للجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة حيث تمت دراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بالقضايا الإنسانية في العالم الإسلامي نحن كشعوب تعرضت للإرهاب نطالب بتجفيف هذه المنابع ولكن هذه المنابع أصبحت كثيرة ووراؤها دول كبيرة ومنظمات لا يستهان بها ولكن يجب أن يتخذ قرار في هذه المجالس التي تسعى إلى حماية الشعوب وحماية الإنسان وتثبيته في أرضه وسيادة دولته على أراضيها فنحن نطالب أن تكون هذه القرارات التي تصدر أن يكون لها متابعة وتكون قرارات نابعة من القرار الحقيقي وليس قرار على الورخ يكون قرار ينفذ بأفعال وإجراءات تتخذ في سبيل تحقيق هذه القرار توقعت وكالة فيتشا للتصنيف الاعتماليا تشهد الجزائر طباط أنحادا لمعدل التضخم خلال السنة الجارية مع استمرار اتفاع قيمة الدنار أمام الدولار واليورو ورجحت الوكالة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إبقاء بنك الجزائر على السياسة التسيير النقدي على مدار العام الجاري لدعم قيمة العملة المحلية والسيطرة على التضخم عند مستهدفات 3.9% بنهاية 2023 تتوالى تقارير مختلف الهيئات المالية وكبرى وكالات تصنيف الاعتمالي العالمية مجمعة على الانتعاش الكبير والمتواصل للاقتصاد الجزائري تقرير جديد لوكالة فيتش للتصنيف الاعتمالي توقع تباطؤا حادا لمعدل تضخم في الجزائر خلال السنة الجارية في ظل إبقاء بنك الجزائر على سياسة التسيير النقدي خلال العام الجاري في مسعاه للسيطرة على التضخم عند مستهدفات 3.9% بنهاية 2023 مقارنة بتسعة فاصل سبعة في المائة السنة المنقضية من جهة ورفع قيمة العملة المحلية من جهة أخرى الوكالة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها رجحت استمرار ارتفاع قيمة الدنار أمام الدولار واليورو مشيرة إلى أن تدخلات البنك المركزي لدعم الدنار الجزائري مذؤوت 2022 ساهمت في رفع العملة المحلية بأكثر من 8.4% من أدنى مستوياتها المسجلة وخفضت الوكالة توقعاتها لمؤشر أسعار الاستهلاك من 4.4% إلى 3.8% مع تقديرات أن يستقر مستوى الدنار العام الجاري عند عتبة 118 دنارا للدولار نزولا من تقديرات سابقة عدلت 131 دنارا بالدولار الواحد ولفتت الوكالة الدولية المتخصصة في تصنيف الاعتماني إلى أن ارتفاع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي لأول مرة منذ 2013 بأكثر من 34.1% خلال السنة الماضية سيمكن الجزائر من مواصلة سياسة دعم الدينار كما توقعت الوكالة بأي يواصل احتياط الجزائر من النقد الأجنبي ارتفاعه بزيادة تصل إلى 9.2% العام الجاري وفق الصندوق والنقد الدولي على منح موريطانيا قرضا ب86 مليون دولار فاصلة 9 دمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد حسب ما جاء في بيان للصندوق بعد مفاوضات دامت عدة أشهر قرض جديد من صندوق النقد الدولي لموريطانيا بقيمة 86.9 مليون دولار حسب بيان للصندوق بعد توصول أعضاء مجلسه التنفيذي لقرار يمنح بمجبه نواكشوت قرضا ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية في البلاد القرض الجديد من الهيئة النقدية العالمية سيصرف منه 21 مليون دولار فاصلة 7 بشكل فوري على أن يتم صرف باقي المبلغ خلال 42 شهرا قرض جديد يتزامن مع الارتفاع المحسوس في معدل النمو بموريطانيا بلغ 5.3% العام الماضي بعد أن كان في حدود الـ 2.4% العام الذي سبقه ارتفاع جاء بفضل انتعاش قطاعات التعدين الصيد البحري وقطاع الزراعة فيما توقع الصندوق استقرار معدل التذخم عند 11% خلال العام الجاري وفي وقت سابق كشف الوزير الأول الموريطاني محمد بلال أن البرنامج الإصلاحي لحكومته سمح بكسب ثقة الشركاء ما مكن بلاده من توقيع 31 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية زادت عن 29 مليار أوقية من ذمنها 82 كقرض ميسرة و18 كمنح مع تطلعات بتوقيع 25 اتفاقية تمويل تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليار أوقية تغطي القطاعات الرئيسية لاقتصاد البلاد المسؤول الموريطاني كشف أيضا عن تراجع نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج الداخلي الخام إلى 41.8% بعد أن كانت تزيد عن 63% عام 2019 ما يجعل خطر المديونية المفرطة على البلاد في حدود المتوسط اتساهمت المنظمة غير الحكومية الإسبانية كاميناندو فرونتيراسا الريباط ومادريد بمنع عائلات المهاجرين ضحايا مجزرة مليلية من معرفة مصير عشرات المفقودين للتنصل من المسؤولية عن الجريمة المروعة في تنصل مفضوح من دم عشرات المهاجرين الأفارقة ضحايا مجزرة مليلية تصر الحكومة الإسبانية وحلفاؤها في النظام المغربي على تجاهل لداءات أسرهم الباحثة عن تفاصيل أكبر حول المجزرة المروعة منظمة كاميناندو فرونتيراسا الإسبانية غير الحكومية اتهمت الريباط ومادريد بحرمان عائلات المهاجرين المفقودين من معرفة مصيرهم بعد مضي سبعة أشهر من ضلوع قوات البلدين في واحدة من أكبر الاعتداءات دموية في حق المهاجرين الأفارقة المنظمة المختصة في الدفاع عن حقوق المهاجرين أوردت في تقريرها فقدان الاتصال ب77 مهاجرا إفريقيا منذ جوان الماضي في ظل تشكيك عائلات الضحايا في الإحصائيات الرسمية المقدمة من إسبانيا والمغرب كاميناندو فرونتيراس اتهمت الحكومتين الإسبانية والمغربية بارتكاب جرائم يومية في حق المهاجرين الضحايا وعائلاتهم وأشارت إلى أن البلدين يوفران الحماية الرسمية للقتل بعرقلة تقديمهم إلى العدالة لمحاسبتهم على أفعالهم على صلة بملف الهجرة سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار جرائم وانتهاكات نظام المخزن بحق اللاجئين الأفارقة وعلى رأس انتهاك الحق في الحياة دون مراحاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التقرير الحقوقي الإسباني الجديد أصر هو الآخر على أن الجريمة المرتكبة بحق المهاجرين الأفارقة خلال محاولة عبورهم جيبا مليلية في الرابع والعشرين من جوال الماضي تمت مع سبق الإصرار والترصد ختم أخبارنا شكرا للمتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر